ازاي تقلت شعري اه من يعني من عنا يا عمر بص يا ستي اسمعني بقى كويس تغطيري وبداني كده انا ازاي شعري بقى تقيل وطويل وكمان عندي ايه بيبهير البيبهير ده يا جماعة دي شعرية ضعيفة جدا دليل على صحة الشعر دليل على ان الشعر صحي لان الشعرية البيبهير دي شعرية ضعيفة جدا بتقع كتير في كلها انها تفضل موجودة بتجدد تقائي يبقى احنا شعرينا صحي بنسبة كبيرة اه طب انا ايه روتيني انا بعمل مساج لفروة الراس عشان اتخلص من السائل المفاوي اللي بيمنع الغذة عن عن البصيلات الصغيرة البيضة انت لو شدت الشعرية كده تلاقي حكة بيضة كده ده الجدور بتاع الشعر الشعر كمان مش من اوليات من اوليات الجسم يعني الجسم مثلا بيوتين او المواد اللي بتغذي الجدري ده عنده اوليات للجسم نفسه فاحنا لازم نحفز البصيلة دي نعمل مساج دائري بالروحة كده عشان الشعر ما يتقصفش وممكن نمسك كده ونشد بالروحة ونلف دائري كده وعكسي لفوق لتحت طبعا كل منطقة في الجومجومة نفسها ايه ايه تاني يا نادية الطول ده الحمد لله يعني او الطول ده كله الطول ده من اربع سنين بس لاني كنا خليت حزم حلقلي اه شعري من هنا من تحت وكنت سايبة شوية اطول كده وبعدين اه قال لي يا ماما اه قال لي كلمة هي اللي خليتني مقص الشعري تاني قال لي يا ماما عمري ما شفت شعرك حلو كده اللي ما وبطلت الشامبو لان فعلا لا بستعمل شامبو ولا بلسم ولا اي اي كيمويات من الصيدلين لاني كنت ببعت طبعا عن الحاجات المضرة اه وبقالي للاضرار عشان بس يبقى كلامنا واضح عشان ما حدش يقول ايه اه اه اكل صحي لا احنا انا عملت فيديو اني مفيش اكل صحي احنا بنحاول نقلل الاضرار عن اه جسمنا بنستفيد يعني انا كل ما بقالي الاضرار مصنعة او مواد كيموية بلاقي نفسي احسن فعلا شعري عمرو مكان مش هايش وحسن مش بحتاج حتى ان انا اعمل اللي هو الترتيب بيزرك الجيل اللي بيزرب كتان ولا اي حاجة انا بعملوش اي حاجة اهم حاجة عندي ان انا قبل ما اخسله بصرحه قبل ما اخسله بعد ما اطلع بعد ما اخسله بحط الفطا وما بفرقوش خلص وما بخسلش كده يعني بحط باخد كربوناتو السوديوم وامشي بعمل تدليج بسيط كده وامشي كده كده بصابع كده ما بفرقش الشعري بستاع باخسل شعري مرة واحدة بس في الاسبوع في الشتاء لان ما فيش عرق كده كده الحمد لله ما عنديش رحة عرق قالص بسبب ان انا ما عنديش سبوم في جسم بسبب ان انا بصوم بسبب ان قلبي ابيض بعمل المساج تعملي المساج اقل حاجة ثلاثة يام في الاسبوع المساج ممتع جدا بيخليك في حالة استرخاء جميلة اعمليه خمس دقايق عشر دقايق مصد ساعة زي ما انت عايزة يعني منعت الشامبو والحاجات زي ما قلت الزيوت بقى ايه الزيوت اللي بستعملها كنت الاول بستعمل زيت الخروع ومش عارفها زيت ايه وزيت اللوز الحلو والمر ولاقيت ان انا عشان اعمل مساج بالزيت لازم اخسل شعري جامد واقعد افرق فيه بالكربونات ومش افعاش اطلع الزيت لان انا بابقى مزيتها والمخدم مزيتها وحالي بالبلغ منعت كمان ده منعت كل الزيوت واعتمدت على الزيت الطبيعي اللي بنتجه جسميه كل ما بمنع حاجات كتير كل ما بلاقي احسن يعني انا لا بستخدم شامبو ولا بلسم ولا اي الحاجات دي ولا زيوت كمان فاعماني دي تجربتي انا والعايزي طبقها يطبقها براحته قلت تقريبا كده اهم الحاجات اللي خليت شعر يبقى تقيل وطويل وكمان مش هايش يعني اهو يخرش على جمالي ايه ده امر والله اي امر اجمل ستانية في العالم انا بس حبيبتي لو في حاجة تانية افتكرتها اعمل فيديو تاني بسيك